مجلس النواب مجلس النواب مملكة البحرين وتؤكد على وجود مبدأ هام وهذا المبدأ هو بأن حق الترشيح هو لمن يؤمن بالدستور ومن يؤمن بالقانون هذا التعديل كذلك يوجد نوع من التوازن في من يجب أن يتقدم بعضوية المجلس المنتخب ومن لا يستطيع أن يتقدم وذلك وفق الضوابط التي نصت عليها مواد التعديل إعادة تعديلات على هذا القانون بما يسمح بأن يقتصر الترشيح في هذه المسألة على من لا يكون متطرفا أي لا يمكن المتطرفين من مراكز صنع القرار وكذلك الحفاظ على بيئة السياسية بحيث تجنب كل من يكون خارج إطار العمل السياسي سواء بارتكابه جناية أو بجنحة معاقبة لها سادة أشهر فأكثر أو يكون عضوا أو قيادة في جمعية السياسية حكم بحلها نهائيا نتيجة مخالفها جسيمة فيما جاء التقرير الثاني للجنة حول تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز خاصة بعد إقرار قانون الأسرة هو جاء في الواقع تصحيح وتعديل دستوري لأنه بعد ضم قانون أحكام الأسرة الشق الجعفري إلى قانون الأسرة الموحد الشق الأول وهو الشق السني أصبح هناك بحاجة إلى تصحيح دستوري وفق المادة 91 لأنه لا بد أن تنظر محكمة التمييز الجانب الجعفري في الموضوعات وبالتالي هذا الأمر لم يكن سابقا موجود فلا بد من تصحيحها ما دام هناك قانون موحد كما هو الحال بالنسبة إلى قانون الأسرة الشق السني قانون محكمة التمييز حيث تضمن التعديل المساواة في الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة بمحاكم الأسرة والمحاكم الشرعية أمام هذه المحكمة كان الأول يقتصر فقط على الشق الأول من قانون أحوال الأسرة ولم يكن يتضمن الشق الثاني أما الآن فقانون الأسرة بأنه قانون موحد فتم توحيد أيضا إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز في هذه المسألة التقرير الثالث جاء بتعديلات على المشروع بقانون فيما يتعلق بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية حيث وافق المجلس عليه طبعا اليوم نقشنا قانون هيئة حماية البيانات الشخصية مع أن هناك ناحظة من خلال مجلس النواب النفيز دواجية بين هيئة المعلومات والجهاز المركزي للمعلومات هذه الأجهزة تقوم بمهام هيئة حماية البيانات الشخصية ونفس المهام تقوم فيها وهذه تندرج تحت وزارة الداخلية التي هي أكثر صمام أمان بالنسبة حق أمن المعلومات وأمن البيانات الشخصية ثلاثة تقارير في طريقها بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى أما فيما يتعلق باقتراح تعديل الدستور تم تأجيل البت فيه إلى جلسة مجلس النواب القادمة سوهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين